بسم الله الرحمن الرحيم إخوة المغاربة السلام عليكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة فماذا فعلنا حتى نزل بنا هذا الوباء وهذا البلاء وما ذفعنا حتى جفت السماء من مائها وما ذفعنا حتى أغلقت المساجد في وجوه المصلي جواب واحد وهو المعصية فلهذا فكرت أنا أني نعمل هذا الفيديو ونطلب من جميل إخوة المغاربة رجال ونساء وأطفال وشيوخ أن يوم الجمعة المقبل الموافق لعشرين مارس أننا بعد الأدان ديال صلاة الظهر نجمعوا الأهل ديالنا ووليداتنا وحتلهم ما كيصليش يبدأ الصلاة دياله وتكون بداية للهداية نصليوا جميع ومن بعد الصلاة نحاول نخصه واحد عشر ديال دقائق أو خمستاش دقيقة فقط للدهاء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا ما نزل وأن يرفع عنا مقته وغضبه الكل يدعو الله سبحانه وتعالى حتى لما كيعرفش الدهاء ما حافظ حتى شي حاجة يكتفي فقط بالتكبير الله أكبر الله أكبر أو بالاستغفار استغفروا الله استغفروا الله أو بالتهليل لا إلهي لله لا إلهي لله أو حتى بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد الكل يدعو بنية رفع البلاء واللي وصلوا هذا الفيديو الله يزيكون بخير أنه يحاول ينشروا على نطاق واسع باش يتبلغ به جميع المغاربة ونكون في وقت واحد ندعو الله سبحانه وتعالى ومن كرش أن هذا الدعاء يكون بالجار من كرش أن هذا الدعاء يتسمع من خارج البيوت من كرش هذا الدعاء يتسمع للعالم كامل باش عرفوا بأن المغاربة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى قوي وفيهم خوف الله وفيهم حب الله وآملهم بالله سبحانه وتعالى كبير وهذه الجمعة هذه إن شاء الله نسميها جمعة الاستغفار فالله يزيكون ليه وصلوا هذا الفيديو يحاول ينشروا على نطاق واسع ومن كرهوش هذا الفيديو حتى هو يوصل لبولدان الشقيقة الجزائر تونس مصر قطر إمارات سعودية ربما احتموا ما يبادروا بهذه فكرة هذه ونطلبوا الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة اللي هو خير وأيام الله لأنه حتى تكون بعض الحالات اللي يعجز فيها الإنسان كيبقى لنا دايما الملجأ والمنجأ هو الله سبحانه وتعالى والدعاء هو خمخ العبادة فجزاكم الله خيرا وآملنا في الله كبير والسلام عليكم اشتركوا في القناة